ترجمة نانسي قنقر المصنع الذي يصنع ماذا يصنع وكيف يصنع ومواصفات التصنيع وأنتم تأتون بالعباءات الملونة وعباءات على الكتف وبألوان وشيفون أسود ومطرز وبطانات وأشياء بالجنز وبغيرها وعبايات مشقوقة وعبايات مخصرة وعباءات ملونة وأشياء تلفت النظر وهذا مكياج سوق وأنواع يلبسنها النساء هذا مكياج سوق عجيب جدا أنها تريد أن توفر في المكياج فتضع الكحل على العينين فقط لأجل السوق لا أحمر شفاه ولا غيره لأنها تبرز العينين بهذا النقاب الواسع على الكحل هذا اسمه اصطلح عليه مكياج سوق بالتوفير للتوفير فيظهر فقط ما يفتن ويوضع المكياج عليه تكحيل العينين وأيضا بعد ذلك أشياء تخدش الحياء وشنطة بشكل ملابس داخلية أيها الإخوة إن الحياء إذا ذهب فقد تودع من الشخص ذهب الخير ذهب الخير لما أوحي إلى المرأة أن العباء تقيد حركتها وتعيقها ولا بد من نزعها والتخلص منها لما قيل لهذه خيشة وهذه خيمة سوداء لما أطلقت الألفاظ الكثيرة من المرتدين والمرتدات والفاسقين والفاسقات صار فعلا عند البنات الكثير من الانطباع بأن العباء فعلا شيء لا بد من معيق لا بد من التخلص منه وعندما يحدث السفر إلى الخارج ماذا يحدث ماذا يحدث في الطائرات عباد الله لو فحصن الألبس الموجودة في الأسواق تنورات فساتين ماذا يوجد حتى أمام النساء ملابس كثير من الملابس التي ترتدى في الأعراس والله الذي لا إله إلا هو لا يجوز لبسها حتى من النساء أمام النساء لا يجوز قصيرة مشكوقة شفافة ضيقة كأن الشذوذ ينتشر الشذوذ ينتشر حتى بين النساء فما معنى هذا الذي يحدث ثم كاميرات جوالت والآن الجيل الثالث كاميرات ستنقل مباشرة تصور وتنقل إلى جوالات أخرى إلى مواقع إنترنت إنه بث حي مباشر لا تلحق أن تحطم الجوال لأن الصورة قد نقلت فوريا أنت يا مسكين لا تدري ما الذي سيحدث الآن الزمن الذي نحن فيه يوجب علينا الاحتياط أكثر الزمن الذي نحن فيه يوجب اتخاذ احترازات أكبر والعجيب أنه أن هناك من يدعو إلى مزيد من إلى مزيد من السفور والتساهل في الوقت الذي يجب الآن في عصر الجوال الجيل الثالث مزيد من الاحتياط والانتباه إن هناك دعوات لمزيد من التساهل الحجاب شخصية عفة أمانة دين أسلم بسببه عدد من الكفار لأنهم رأوا شيئا غير معهود ولما فهموا الحكمة منه وما حصل عندهم من جراء فقد تأثروا حورٌ حرائر ما هممنا بريبةٍ كضباء مكة صيدهن حرام حورٌ حرائر ما هممنا بريبةٍ كضباء مكة صيدهن حرامُ الشاعر الجاهل وصف المرأة الجاهلية لما سقط خمارها فتناولته واتَّقتنا باليد تناولته بيد لما سقط عفواً عن غير عمد واتَّقت الرجال باليد الأخرى وهي جاهلية فأين أصحاب الفطر السليمة والعقول المستقيمة في التفكير هل نريد اتباع سنة إبليس يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما يا أيها المحررون في الصحف يا كتاب الأعمدة يا محررين المقالات يا كتاب التحقيقات اتقوا الله خافوا الله إن الجريمة إذا اقترفها الواحد منكم مضاعفة لأنه ينشر على الملأ يقرأ الكبير والصغير والذين يعرضون في الإعلام الذين ينتجون التمثيليات والمسلسلات فما بالك بالذين يعرضون الفيديو كليب أي حجاب وأي وقد فوجئنا بخضر انتشار نبس عبايات معينة في وسط معين لماذا قالوا المغنية الفلانية ارتدتها في الأغنية الفلانية وآخر سرعة فيديو كليب بحجاء بغطاء رأس على بنطلون كما قرأته بالأمس عباد الله أشياء عجيبة إذا اقتباس من من التراث الإسلامي في الفيديو كليب اقتباس من شيء ولا ومضى كأنه شيء ولا ومضى ولكن الله عز وجل غالبٌ على أمره وسيُظهر دينه ولو كرِه الكافرون وسيُظهره ولو كرِه المُشرِكون ولا زال في كثيرٍ من المجتمعات الإسلامية ولله الحمد خذ قرويَّها وبدويَّها وريفيَّها بالإضافة إلى أصحاب المدن ستجد أن الأكثر يريدون الحجاب وأنه يُطبَّق وأنه ولله الحمد سلع مرغوبة وأنه تشريع قائم ومستمر وأننا فقط ابتلينا بقشرة سخيفة هي الظاهرة والتي تُصوِّر أن أكثر النساء متبرِّجت وليس الأمر كذلك بحمد الله والمطلوب المُحافظة على المُكتسَبات والتوبة من المُحرَّمات والعودة إلى الدين المطلوب منكم أنتم أيها الرجال القيام بما أمر الله به قو أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة والنساء أيضاً الدعوة في أوساطهن ومقاومة التغيرات إذا ما قاومنا يا جماعة سنتردَّ إذا ما حاربنا ما قاتلنا من أجل الشرائع التي أنزله الله ما نافحنا عنها ما تمسكنا بها إلى الرمق الأخير ستذوب ستخرج أجيال بعد ذلك لا تعرف الحجاب ولهذا رأف بأنفسنا ورحمة ببناتنا من نار جهنَّم أن نعود أن نتوب أن نراجع أنفسنا أن نقوم بأمر الله تعالى أن يكون عندنا وقفاً أن يكون عندنا عودة إلى الله أن يكون عندنا محاسبة للنفس أن يكون عندنا شيء من الحزم كفاية تساهل كفاية تمييع للدين وأوامره كفاية انحدار أولاد الحرام في الشوارع البرد يهطل كالحجر سبعة وثلاثين قتيلاً بالأمس من الأمطار والسيول يعني ماذا ننتظر يا عباد الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا من التائبين اللهم اجعلنا بدينك مستمسكين وبشرعك عاملين اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والنجاة يوم المعاد يا رب العباد اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من الفتن يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله